وأول سؤال وصلنا بيقول أنا معي ابني يوسف عنده عشر سنين أبوه معرفش عنه حاجة خالص منه وهو عنده شهر ونص وأنا بقول له أبوك مات لا حاول ولا قوة إلا بالله ده حلال ولا حرام علي لا حرام عليكي بتقول له أبوه مات ليه أنت عارفة الولد ده إيه اللي جواه أولا أنت بتجذبي عليه طب معلش أنا آسف جدا هو الاختراع بتاع أبوك مات دي جات من إيه جات من الحلول المخترعة غير المدروسة إيه اللي في بعض الأحقيين بعض المواد الأعلامية كرستها في الناس ليس هناك حق لأحد أنه هو يدعي أن حد من الولدين مات وهم أحياء لا يا جوز عارف ليه لما تيجي تقيس المدار والمنافع لا منافع أكتر أنه يعرف أن أبوه عايش عارف أن أبوه عايش ومتخلي عنه آه على الأقل يحس أنه هو ليه جزور يقدر يرجع لأبوه يقدر يكلمه يقدر في يوم من الأيام يجري عليه لا وأنا عايز أقول لكم حاجة أنا ما شفتش حد بيقول لحد أبوك ميت إلا انتقاما والانتقام بالكذب حرام يعني ما شفتش واحدة بتقول له أبوك ميت عشان هو والله اللي طالب كده للأب هو اللي طالب كده فقال لها لو سمحت يقولي لأبني أنا مت عشان بس إيه إيه كلام ده حتى لو ييجي واحد هو في انفعاله يقول لها أقولي لأنا أنا مت لكن في الغالب الست بتقول لابنها أبوك مات عشان تنتقم منه ما يستحقش هو ما يستحقش عندك لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قضى أنه أبو الولد ده فمش من حقك لا ولا الزوج ييجي يقولي أمك ماتت أمك ماتت ليه لأي سبب يقولي يا مولانا لو أني أمه عملت حرام أنا أقول له أمك عيشة آه أقول له أمك عيشة ليه لأن وجود أمه بيمنعه من الشعوب اليتمي يا أخي طب والعار العار يا سيدي هو يروح يغير هذا العار بيده لو أراد يغيره بيده يعني إيه يروح يتعامل مع أمه ويحسسها بأن هي مش محتاجة أن تعيش بهذه الطريقة إحنا ليه حسين أن الأباء والأمهات دول دول موجودين بس عشان يبقوا في العلاقة الزوجية لما نكون مع بعض لا الأباء والأمهات دول خلاص الله سبحانه وتعالى قضاءه أن الأب والأم دول لا يكونوا في حياة الإبن مش من حق حد أيا كان أن يطرد واحد من الولدين من حياة الإبن أبدا حكاية أبوك مات دي لازم تنتهي من ثقافتنا لا أبوه عايش ويسيبه الإبن يقيم علاقته بأبوه هو ده الصح هو ده العدل هو ده الإنصاف لكن اللي بيحصل ده ظلم لما حد يقول لإبنه أبوك مات أو أمك مات دي ظلم مش من حقك لأن أنت مش اللي بتوهبه الأبوة ولا اللي بتسلم منه الأبوة ده ربنا اللي أعطاهله وقدر ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسان مش من حقك يبقى ساحبك سألتيني من حق ولا مش من حقي ولا مش من حقي لا حلال ولا حرام حرام كذب وكذب من الكبائر وكمان إضرار بابنك فلازم تمتنع عندها